تجربة هي الأكبر والأهم على مستوى الشرق الأوسط حضيت باهتمام كبير من السلطتين الاتحادية والإقليم شركة خوشناو في كردستان حققت مراحل متقدمة بإنشاء مصانعها وستبدأ بإنتاج مختلف المواد الغذائية وغيرها على أن تطرح منتجاتها في تموز المقبل الشركة التي زارها وزيري الزراعات في المركز والإقليم تعهدت بإنتاج نحو مليون وخمسمائة وأربعين ألف طن من مختلف المنتجات سنويا هو الأكبر في الشرق الأوسط بمساحة ألف ومائتي دونم يضم ستين السايلو لكل واحد منها خمسة ألاف طن سنويا شركة خوشناو للمنتجات الغذائية التي وصل تشيدها إلى المراحل النهائية ستضخ ما تنتجه في شهر تموز القادم من مواد غذائية مختلفة كالعلف والدقيق بمعدات ومكاء هي الأحدث في هذا المجال على المستوى العالمي مشروع حضى باهتمام وزارتي زراعة الاتحادية والإقليم حيث وصلته خطى بغداد الوزارية وأدلت بوعودها بدعم المشروع واستثمار مليون وخمسة وأربعون ألف طن تنتج سبعمائة ألف طن من المواد الغذائية خوشناو رجل لم تتوقف عجلة تطور مشاريعه عند حد معين فسائلوات الحنطة تأخذ حيزا هاما من طموحه فالرجل يرغب بالحفاظ على فائض الحنطة داخل البلاد أفضل من إخراجها وأن تعود دقيقا إلى الوطن ذاته وإيقاف الحاجة إلى استيراد منتوجات من خارج الأراضي العراقية ترجمة نانسي قنقر